تاميدول هو مكون فعال وقوي الذي اخذ براءة الاختراع وهذا الهدف هو علاج السبب الرئيسي في ظهور كل أنواع تصبغات الجلدية عبر تقليل إنتاج الميرانين في البشرة وهذا ما تبدأ البحوث المتعددة والتجارب لدامة سنوات ونرقوا أنه يقلل من ظهور تصبغات الجلدية وأكثر من ذلك يمنع ظهورها مرة أخرى وهذا الشيء نادر لا تقلقوا في جميع المكونات التي تقوم بها نفس المفعول وهذا الشيء الذي يريدنا أنه يعطي نتيجة ملحوظة في ظهور أسبوعين بعد الاستعمال وبالطبع منها تكون الاستمارية والانضباط في الاستعمال وهذا النتيجة تحسب إذا أردت تعرفون كيف يتواجد هذا المكونات تاميدول بقى معي حتى الآن في الفيديو السلام عليكم أتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة مرحبا بكم في القناة التي تشمل عدة مواضيع الصحة يعني البشرة وكذا الإسعافات الأولية التي توجدت في القناة فضلا وليس أمرا لكذا القناة تستعمل سأحتاج الدعم لكم والاشتراك في القناة ضغطوا على زل الشراك وكذا الجرس للتوصل بجليد كما تعرفون أن الميلانين هو واحد الصبغة طبيعية التي تتواجد في الجسم وهي التي تعطيه اللون البشرة ولكن يتعرضون الأشياء الشمس بدون حماية ولا تقدم في السن من البشرة تفقد لنا الكولاجين وحتى التغيرات الهرمونية التي توقعها من النساء وكذا أسباب أخرى هذه العوامي الكاملين يجعلون الظهور التصبغات الجلدية التي يكونون مختلفة ومتنوعة تستطيع أن تكون غير سطحية قص لنا غير البدارم تستطيع أن تكون وصلت لنا لدارم وهي الطبقة الثانية وتستطيع أن تصل إلى الطبقة الثالثة وهي البدارم لأغلبية الأحيان تكون سبب الحروق في هذه الحالة ويجعلون البشرة غير متساوية اللون وتفقد النظارة والشباب أما بالنسبة العلاجات المتوفرة للتصبغات الجلدية فهي متعددة ومختلفة والتي ترجع بالطبع التشخيص الطبي والاقتراح الذي سيقول لكم الطبيب المختص الذي يمكن أن يكون جلسات لازر فراكسيوني السيود الذي تقشير باللازر ويقوم بإزالة الطبقة السطحية الميتة للبشرة ويحفز من إنتاج الكولاجين ويقلل من تصبغات الجلدية وفي حصص وفي حصص وفي حصص والجلسات وفي حصص وفي حصص البيغبي وفي حصص البيغبي البلازما الذي يحفز من إنتاج الكولاجين ويقلل نوعا ما ظهور التصبغات الجلدية أو كحصص الآخر وهو التقشير بالأحمد الفواكه المعروف بالبيلين وهو تقشير نتيجة مرضية ولكن خاصة الجلسات متعددة نجعل هذه العلاجات السريرية ونجعل العلاج الموضعي وهو موضوعنا اليوم اليوم سأجدكم المنتج الذي نجعله في هذا المكون وهو قوي وفعال ديارتياميدول التي تواجد في السرين انتيبيجمان اليوم سأجدكم على طريقة استعمال ونزيدكم بعض المكونات التي لا يلعبون مهم في تقليل الظهور التصبغات الجلدية التي تواجد فيها كما ترون العمل السرين انتيبيجمان يأتي لشكل أربعة المنتجات واحد يكمل لأسف لا نستطيع شراء واحد أول جوج خاصة استعمال يكون اقبار المنتجات من أجل نتيجة مرضية لكتبان في أسبوعين وبطبع الاستمرارية واحد منتظم النتيجة تتحسن وكمسلول نتيجة قصيرة نبدأ المنتج الأول الذي يجعله سيروم مزدوج لماذا مزدوج لديه القرورات في الداخل يحتوي على مكون أو مادة تيانيدول التي تقلل من إنتاج الميلانين وتمنع الظهور التصمغات الجيدية وتشدد مضهار البشرة وفيه قرورتان مكون لاسيدية 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 هي المكون رقم واحد في البشرة سيحميها من العوامي الخارجية سيقل المظهور على التقدم في السن المبكرة وسيجعل نسبة الماء التي تتواجد في خلايا البشرة لا تفقدها بسهولة سيجعل مدى طويلة اليوم طريقة استعمال سهلة للغاية يجب أن تشرب من الأول مرة يجب أن تضغطوا ثلاثة ديال مرات لكي يخرج البكوين في الاستعمال يجب أن تكتافوا بضغطة واحدة سيخرج فيها الاسد ياليونيك والكريم التي تحتوي على مادة تيانيدول لا داعي لضغط مرتين يعني ضغطة واحدة ستخرج لكم نسبة كافية استعمال مرة واحدة في اليوم الصباح أو في المساء وبالطبع تدخل الوجه يجب أن تدخل المنتج الثاني يجب أن تكون كرم سواء يعني استعمال بالطبع في الصباح في واحدة الحماية ضد أشعة الشمس ولكن غير UVA لا يوجد SPF 30 وهي نسبة ضئيلة يعني ضروري تستعملوا الشمس الخاص بفوق هذه الكرم سواء وكما قلت لكم إذا استعملت السيروم ثانية تستعملها الكرم إذا لم تفضلت لا تريد السيروم في الصباح أو المساء ستستعملوا هذه الكرم حتى تغسلوا الوجه هناك مادة تعمل هناك مادة تعمل هذا يعمل على البشرة لتقلل من إنتاج الميلانين ويخفف من ضغور تصبغات الجلدية شيء آخر أنه سريع امتصاص غير دهني وبيض عادي الثالث المنتج الثالث هو كرم سواء في الليل فقط هناك مكونا تعمل ولكن هناك مقارنة مع المنتجات الأخرى لماذا؟ أنتم مركزون على مكونا دكس مكونا مكونا معروف في صناعات الأدوية يتعالج تقريبا أي شيء مثل الشفاء الجروح الإكزيمة الحمارة البشرة الجافة التهيجات الجيدية وكذا أسباب أخرى لا يمكن أن نذكرهم كامل وكاعدة الحماية والجدار للبشرة من العوامل الخارجية هذا استعمال في الليل كذكرت لكم وستستعمال من مرة السيروم إذا قررت استعمال السيروم في الصباح هذا سيكون وكالعادة حتى تصلوا أجهكم بالطبع ندوز المنتج الثالث الذي جاء لشكل مكونا ولكن مركز مكونا فقط لكي نعجب البقعة والتصبغات الجلدية للحجر الصغير على مستوى البشرة ولكن يكونوا بارزين وواضحين في البشرة يعني سيستعمال فوق من النهوم والسيروم سيكون في الليل وفقط في المنطقة التي تعانون هذه التصبغات التي هي بارزة وهذا كان الموضوع اليوم نتمنى أن تكون أعجبتكم الفيديو إذا كنت وجدت في القناة لا تنسوا الاشتراك ضغطوا على زي الشراك وكذا الجرس للتوصل بالجديد نراكم فيديو لاحق إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى